اشتركوا في القناة صحيح هذا سؤال مهم جدا الآن من يوقف الحرب وبالضرورة ما الذي يوقف الحرب لأن أحيانا إذا تقاصرت همم الفاعلين في إيقاف الحرب ستلجأ آليات أخرى وتصبح ما الذي يوقف هذا الحرب وتصبح بعد ذلك هذه الآليات هي آليات خارج نطاق الطرفين المتواجهين وتصبح آليات دولية وإقليمية واعتقد هذا هو المسار الذي سلكته هذه الحرب الآن يعني هناك انتظار من المجتمع الدولي للوصول إلى توافق وحل سلمي متراضى عليه لكن الانتظار طال ووضح تماما أن التفاوض المباشر حتى ولو كان موجودا قد لا يكون بالسرعة المطلوبة والوضع في النهاية تدهور بأسرع كثير جدا من أي تفاوض ممكن فإذا الممكن بعد ذلك هو أن تكون هناك ترتيبات وآليات دولية تفضي لوضع يمكن بعد ذلك لكل طرف أن ينظر في ما يمكن أن يطراض عليه وفق هذه الآليات أن تكون خارج الطريق موضوع بواسطة القوى الإقليمية والدولية تلزم الأطراف باستخدام آليات أخرى إضافية لإيجادة دافعية نحو السلام ونعتقد هذه الآليات قد بدأتها الآن العقوبات الأمريكية التي أعلنت في البداية على الطرفين ثم وجهت مباشرة لدقائد ثانية الدعم السريع كل هذه الآليات في نهاية ستدفع نحو الحل المتوافق عليه وتقد تأتي مزيد من هذه الآليات طيب يعني بالحديث هو باستطلاع الحدث لأراء الناس يقولون بأن الحوار هو الأقل تكلفة من أن لا تستمر هذه الحرب وكأن بعض هؤلاء السودانيين يرد على خطاب التصريحات من قادة الحرب قادة الأطراف المتصارعة وكأن السودانيين يشعرون بأن هذه التصريحات وهذه الخطابات تشي بمزيد من القتال يا أستاذ عثمان سيسمع هذا الصوت من وجهة نظرك ومتابعتك خاصة من المؤسسة التي تعتبر نفسها الشرعية قادة الجيش للأسف شريد ما نحن نتحدث عن واقع الآن يعني ليس فيه افتراضات الواقع الآن ليس هناك يعني إرادة نحو السلام صحيح الناس تتحدث عن الحوار لكن الحوار من أجل الحوار لا يوصل إلى السلام الحوار يحتاج إلى إرادة إذا لم تتوفر هذه الإرادة يمكن أن يصبح الحوار نفسه هو جزء من أدوات الحرب باعتبار أنه يستخدم لتحصين الصورة أمام المجتمع الدولي والإقليمي دون أن يكون له تأثير على الحرب ففي تقديري الشخصي الآن يعني بعد ستة أشهر وبعد ما وصلت إليه البلاد الآن وهي تواجه الآن وضع جديد أزمة اقتصادية سيئة جدا أن يصل الدولار إلى تخوم الألف جنيه هذا كارثة بكل المقاييس للشعب للمواطن العادي لأنها سترفع الأسعار وواضح تماما أن لها ارتباط مباشر بالحرب وربما ارتباط حتى بالعقوبات التي استخدمت ضد الأطراف في الفترة الماضية الآن بدأت تأثيرها الاقتصادي يسر على الجميع فمعنى ذلك الآن أنا في تقديري يجب أن يكون هناك تدخل أكبر من جانب المجتمع الدولي والإقليمي في الضغط استخدام آليات الضغط كلها التي يمكن في النهاية أن تفرض السلام لأن السلام عندما يصبح مجرد ترف بالنسبة للأطراف المتقاتلة تمضي إليه على أقل من مهلها وتحاول أن تستخدم أحيانا الحديث عن السلام كنوع من شراء الوقت أنا أعتقد يجب أن تكون هناك آليات الآن دولية لإجبار هذه الحرب على أن تقف بصورة كاملة وتخرج الشعب السوداني من هذه المأساة والكارثة عبر الآليات التي يمكن أن تكون العقوبات العقوبات بالتحديد قد تكون واحدة منها هذه الآليات لكن هناك أيضا آليات أخرى لمحاصرة الحرب بحيث لا تستطيع أن تجد الوقود اللازم للحركة هذه الحرب بنسبة هي حرب سودانية لكنها بالدولار بمعنى أن السلاح بالدولار الوقود بالدولار حركة الجنود تحتاج إلى دولار كلها تحتاج إلى مفردات خارجية إذا تم حصار هذه المفردات الخارجية أنا أعتقد لن تجد الوقود ستكون بعد ذلك حرب ستخمد نفسها بنفسها إذا كانت إرادة السلام غير متوفرة للأطراف يعني هذه الورقة يمكن العمل فيها خاصة أرضية هذه الحرب تسمح بذلك باعتبار أن ما أتيت عليه يبدو بأن الكثير من السودانيين يتحدثون عنه بأنه إن من قطعت آلة التمويل من بعد تمويل بالضرورة سيقف المتحاربون أستاذ عثمان نعم والآن واضح ذلك أنا أعتقد واحد من أوجه هذه الأزمة وارتفاع سرع الدولار لأن هناك عقوبات فرضت عقوبات فرضت على الأطراف عقوبات الأولى كانت شركتان من كل طرف ثم الآن العقوبة الأخيرة وهي الأكثر تأثيرا هي على مجمل الدعم السريع ممثلا في قائد الثاني الدعم السريع إذن كيف سيحصل على السلاح كيف يحصل على الوقود كيف يحصل على الزخيرة كل ذلك يحتاج إلى دولار هذا الدولار يتم شراؤه بالعملة المحلية المتوفرة لدى المواطنين من المناطق التي يمكن أن يحصل عليها الدولار عن أيدي المغتربين وغيرهم عن طريق العملة السودانية النتيجة ستكون ارتفاع سعر الدولار بهذه الطريقة الكارثية ويمضي أكثر لكن بالضرورة هذا يعني أيضا أن هذه الحرب بدأت الآن تفقد واحد من أهم مصادرها الخارجية في تمويل العملية القتالية وهذا يعني عمليا أنه لن يكون بالإمكان أن تستمر طويلا لكن هذا وحده لا يكفي يجب أن يكون هناك مزيد من إخماد النيران عن طريق استخدام الآليات الدولية والإقليمية بصورة واضحة وصريحة يعني الآن المطلوب إيقاف الحرب بأي ثمن إيقاف الحرب بأي ثمن يعني كثير من الحديث الذي يدور أحيانا عن السيادة الوطنية وعن عدم التدخل في الشأن الداخلي أحيانا قد لا يكون صالح للتعامل به في هذه الأزمة طالما وصلت إلى هذا الدرك السحيق وطالما أن المواطن السوداني وحده المواطن السوداني وحده وليس القيادات المواطن السوداني فقط هو الذي يدفع ثمن هذه الحرب الآن ليس هناك أي شخص قيادي في أي اتجاه يدفع ثمن هذه الحرب الآن المواطن فقط السوداني بمختلف طبقاته حتى الأثريان منهم أصبحوا فقراء لا يملكون شيئا شكرا جزيلا لك من القاهرة رئيس تحرير صحيفة التيارة السودانية الأستاذ عثمان ميرخني